هنا قالوا الإحرام بالحج قبل أشهره جائز مع القراهة يعني العلماء اختلفوا هل يصح الإحرام قبل أشهر الحج يعني مثلا واحد قف رمضان قال لك أنا أحرم من الآن لحد الحج هل يصح منه أم لا القمهور الحنفية والمالكية والحنبلة قالوا يصح منه الإحرام في هذه الحالة لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قالوا فدل على أن جميع الأشهر ميقات للحج قالوا فعنده إذن الإنسان إذا أحرم قبل أشهر الحج يصح منه مع القراهة أما الشافعية فقالوا لا يصح الإحرام بالحج قبل وقتي فلو أحرم به في غير وقته إن عقد إحرامه بذلك عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات تقديره عندهم أي وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات قالوا فحزف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلاة قال لك لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات يعني وقتها بوقت قال لك فكما أن الإنسان إذا كان يصلي إذا صلى قبل دخول الوقت لا يصح منه كذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج لا يصح منه ويقع إحرامه في هذه الحالة عمره يعني يكون هو أحرم بعمره ويؤد عمره فقط تمام فيشترط لصحة الإحرام بالحج أن يكون في أشهر الحج طبعا هذا الكلام كان قديم يا إخوة أما الآن الناس تحرم يعني أقصى شيء أقصى شيء يحرم يوم الطروية لو يوم ثمانية منزل الحجة تمام يعني أو لو أحرم قبلها بيوم ثلاثة يعني ما في أحد يحرم الآن من رمضان ولا من شوال ولا 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 لا حتى الذين يذهبون مثلا إلى الحج مثلا في الزلقعد هم في الغالب يكونوا يعني متمتعين كما تكلمنا قبل ذلك نوع يكون متمتع يعني بيحرم بالعمره ويقضي مناسك للعمره ثم بعد ذلك يتحلل إلى أن يأتي وقت الحج اشتركوا في القناة